السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قلت خلي نرجع شوي ذكريات نلعب هذه اللعبة اللي هي البول البيار او البيارد او من يعرف كيف كل منطقة يسموها باسم عموما هذه اللعبة من بين الألعاب الأونلاين اللي كنت ألعبها بشكل دائم طبعا هذه اللعبة تشبكها مع الفيسبوك لأنها تابعة كتطبيق للفيسبوك كنت نلعبها يعني في سنة 2015 2014 يعني لي سنة ونصف تقريبا ما لعبتها اليوم قلت خلي نلعبها طبعا أنا عن طريق مع ذراق تطبيق الجوال ألعب هذه اللعبة حاليا رح ندخل نشبكها عن طريق الفيسبوك رح يتم شبك اللعبة عن طريق الفيسبوك حاليا يبحث الشبكة او يتصل بالتطبيق طبعا هذه اللعبة وكان عندي فيها مبلغ كبير في بعض المرات يجبوا يعني عروض ومسابقات تشارك فيها واذا ربحت تعطوك مبلغ اكبر بكثير خلينا نشوف قليلا هذه هذه طبعا مبالغ يمدوها يعني في البداية خلينا نحرك هذه العجلة ونشوفوا ايش يطلع على الحظ 250 المبلغ اوكي عندي مرة واحدة على ما اعتقد ها هنا يعني يقولك انك تستطيع انك تشتري عن طريق جوجل بلاي تشتري مبلغ هذا المبلغ بيمكنك ان تشتري به عدد مرات هذه العجلة لكن احنا راح نتخطى هذه الخاصية اوكي مثل ما تشوفوا جتنا واجهة بلاي واحد بواحد او تلعب دورة او تلعب دورة الى عدة دورات محترفة ان المبلغ اللي كان عندي كان جدا كبير كبير لكن الاسف مثل ما تشوفونا 15 من يعرف التسعير او العملة او شي كان هذا المبلغ شاركت في احدى المسابقات يعني جاء جاء كعرض شاركت بالصدفة فلما شاركت جاني واحد محترف صراحة لما يضرب الكرة مباشرة ندخل ثلاثة او اربعة في ضربة واحدة فخسرت معها للاسف خلينا ندخل على لعب واحد ضد واحد بما اني ليس يعني لي فترة صغيرة وانا العب هذه اللعبة او لي فترة كبيرة لم العب هذه اللعبة راح نختار هذا المبلغ الدور الاول لي انا شخصيا راح نلعب الكرة مع ذرا اوكي لعبت الكرة ان شاء للاسف ما دخلت ولا كرة راح يلعب هو الدور الثاني اللي كي يتم تحديد الكرات الخاصة بي انا او خاصة به حاليا راح يدور حاليا راح يدخل كرة على يضرب على الحائط ويدخل على ما اعتقد لانه لا يوجد عنده ولا اي كرة من كراتها موجهة لهاي كرة البيضاء خير البنفسجية وضربها ما دخلت ولا كرة حاليا دوري انا راح ندخل ان شاء الله البنفسجية دخلت دخلت البنفسجية بعدها راح ندخل البرتقالية على ما اعتقد اراها هي الخيار الانسب بعد ذلك راح نجرب الحظ مع البنية او للاسف هذه لا تصلح وهذه راح تضرب في الزرقاء ان شاء الله وترجع حاولت انها تضرب في الزرقاء وتدخل لكن للاسف يرجع حاليا ندور له هذا اللي بيتي اسمه عنده مستوى 16 في هذه اللعبة لم يستطع طبعا اصعب المراحل هي انه لما تكون الكورة لما تكون الكورة عندك خيار وحيد انك ترميها في الحفرة الوسطى لانها اصعب لانها اصعب حفرة تستطيع انك تدخل فيها الكورة فحاليا دخلت انا الكورة ما زال اندي اربع كورات يمكن ظاهرة امانكم في الشاشة جانب صورتي الشخصية ان شاء الله يارب تدخل هذه الكورة اوكي ما زالت عندي البنفسجية والحمراء وايضا للاسف لا استطيع ضرب كورة سنحاول مع البنفسجية ان تدخل واه يعني مثل ما خبرتكم ان الحفرة الوسطى اصعب حفرة لدخول الكورة رح يلعبه حاليا الكورة البرتغالية لان كورته الخاصة ما زالت عندي البنفسجية والخضراء وايضا السفراء والبنية ايضا انا ما زالت عندي ثلاثة او اربعة رح يدخل حاليا هذه الكورة لكن حاليا يجب انه يدخل الكورة البنية من دون ان تدخل الكورة البيضاء الى الحفرة الوسطى فهذه من الاشياء الصعبة اللي في اللعبة شفتوا ان دليل على ان شخص لديه حتى ولو القليل من الاحتراف انك تفكر بشيء اين في نفس الوقت صراحة هذه من الاشياء تخلي اللعبة صعبة وغير مطمئنة في بعض الحالات طبعا اذا دخل الكورة السوداء انتهت اللعبة ونفوز انا شخصيا فهذه من الاشياء اللي تصعب الامر كثيرا كي لا يكون اللعب عشوائي رح ندخل الكورة البنية يعني تحتاج لمسة طفيفة جدا كي تدخل اوكي دخلت الحمدلله مازالت اندي الحمراء وايضا الزرقاء فرح نضرب الحمراء ورح تضرب الزرقاء كي تدخل الى الحفرة للاسف لم تدخل لكن حطناهم في موضع جيد رح يلعبهو شخصيا حاليا حاليا من هنا يعني الموضع سهل كي يقوم بإدخال الكورة البنفسجية طبعا اخطأ لما ضرب الكورة بقوة لانه لو كان ضربها بالقليل رح تكون الكورة البيضاء في المنتصف ورح يستطيع ادخالها حاليا لدي حل انه يدخلها في الوسطى اللي هي في الاعلى يضربها يعني بالقوة تضرب في الجدار ثم تروح للوسطى اللي هي في الاعلى لانه من الصعب انه يدخلها من الجانب لكن هو رح يحاول اكيد وبطبيعة الحال اذا خسر هو في هذه الكورة فالحمد الله يربي انه خسر ان شاء الله انا رح رح انتمم رح اندخل الكورة الحمراء طبعا تحتاج لمسة صغيرة كي تدخل وبعد ذلك رح اندخل الزرقاء وبعدها السوداء ان شاء الله كذلك تحتاج لمسة صغيرة ما زالت الا الكورة السوداء ورح انفوز باذن الله يقول لي رح تأخذ هذا المبلغ فرح لمسة صغيرة جدا تحتاجها الكورة السوداء كي تدخل والحمد الله يارب فزت بعد مدة بعد مدة لم ألعب هذه اللعبة حاليا فزت بها والحمد الله المستوى طبعا هو شخص عنده مستوى 16 المهم مثل ما شفتوا هذه اللعبة ان شاء الله رح نحاول ان نرد ونرجع اللي كانت عندي فيها منذ فترة وهذا اللي كان عندي اليوم حبيت نشارككم بعض الالعاب اللي كنت نلعبها طبعا هذه ايضا لعبة اخرى كنت نلعبها واللي هي سيف المعرف عن طريق تطبيق الفيسبوك فهذا اللي كان عندي اليوم شكرا لمتابعتكم وان شاء الله عجبكم المقطع اذا كنت جديد عن هذه القناة ياريت تعطينا سبسكرايب اكيد لا تنسوا اللايك وهذا اللي كان عندي اليوم شكرا لكم شكرا لمتابعتكم لكن نختم هذا المقطع كالعجب الصلاة والسلام على رسول الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد عبد الرسول ودمتم في رعاية الله وحفظه